سلام عليكم ورحبا بكم في سلسلة جديدة من فيديوهات علوم حياة الارض كيزاكو ولقد نخصها للوحدة الثانية المتعلقة بإنتاج مادة العضوية وتضفق الطاقة وسنبدأ ككل وحدات بمدخل فهد المدخل نقترح المحاور التالي المحور الأول سوف نتطرق فيه إلى بعض الملاحظات ثم المحور الثاني سنحاول أن نستخرج تساؤلات التي سوف تقودنا لدراسة هذه الوحدة الثانية في هذه الملاحظات سوف نقترح ملاحظة الأولى لديها سلسلة غدائية وكما تلاحظون في السلسلة فإنها تبدأ بطبقة النباتات لهي نسميها طبقة منتجة والسهم في هذا الملحة فهو يشير إلى مادة سوف يشير بطبيعة الحال إلى يتغدى على إذن الحيوان الأول يستهلك النباتات الحيوان الثاني الأعلى في السلسلة الغدائية يتغدى على هذه الحيوان الأول ثم قيمة هذه السلسلة والحيوان الثالث يزداد الأمر تعقيدا عندما ندرس الشبكات الغدائية وشتوى السنة الماضية في جدع المشترك الشبكة الغدائية هي مجموعة من الثلاثة الغدائية المتقاطعة فلدي نبات سلسلة الأولى نباتات يتغدى عليها الجرد الذي يستهلك من طرف هذا الطائر الذي يستهلك من طرف هذا الحيوان الذي ينتمي إلى فاصلة السنوريات أو القطيات سلسلة ثانية دائما تبدأ بطبقة النباتات ديدان ثم ضفادع ثم تعبين وفي النهاية عندنا المستهلك الأخير وهو دائما ينتمي إلى طبقات السنوريات هذه الملاحظات تمكننا من القول بأن طبقة النباتات سواء تعلق الأمر بالشبكات الغدائية أو بالسلاسل الغدائية فهي دائما موقعها أين؟ هي دائما بداية السلاسل الغدائية نزيد في التعقيد النسبية وندرس هرم الكتلة الحية داخل حميلة بيئية فدائما نلاحظ في البداية اللي هي القاعدة لدينا النباتات وهي نباتات مائية لماذا؟ لأننا ندرس هرم الكتلة الحية داخل وسط مائي الدائل وتواجد كائنات بحرية أو مائية اللي هي أسماك وحيدة إذا ركزنا على القاعدة ففي القاعدة كلقوا دائما النباتات لهي بداية جميع السلاسل والشبكات الغدائية ثم طبقة الأولى للمستهلكين من الدرجة الأولى طبقة الثانية المستهلكين من الدرجة الثانية والطبقة الأخيرة أو قمة هرم لهي المستهلك الأخير وهكذا كللاحظ بأن النباتات لا تتواجد إلا في القاعدة التي تشكل بداية هذه السلاسل والشبكات الغدائية من مجموعة هذه الملاحظات سلسل الغذائية والشبكة الغذائية وهرام الكتلة يمكن أن نقول بأن النباتات الخضرة هي دائما بداية جميع السلاسل والشبكات الغذائية لماذا تتواجد إذن النباتات في بداية جميع السلاسل والشبكات الغذائية وخذين المثال للهرام للكتلة فالنباتات لها خاصيات مهمة جدا وهي من خاصياتها أولا أنها ذاتي التغذية بمعنى أنها قادرة على إنتاج مادة العضوية بنفسها ولا تحتاج إلى التغذية على مادة عضوية جاهزة بل المفروض من نباتات خاصة نباتات خضرة أن تنتج مادة العضوية وتقدمها إلى المستهلكين من درجة الأولى ثم يتكلف المستهلكون بتمرير هذه المادة عبر حلقات السلاسل والشبكات الغذائية هذه العملية للإنتاج المادة العضوية من طرف النباتات الخضرة تستلزيم مجموعة من اللوازم أو المتطلبات المتدخلة في إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات الخضرة وهذه نأخذ مثال نبتة يخضورية أو نسميها نبتة خضرة طبعات حالها مجموعة من الأعضاء المكونة الجذور التي تحت أرضها ثم السيقان والأوراق وهذه العملية تتطلب تدخل ضوء الشمس ما هي العناصر اللازمة لإنتاج مادة العضوية من طرف النباتات الخضرة؟ سنجد أربع عناصر عنصر أول والثاني تتواجد داخل التربة العنصر الثالث والرابع هما موجودان في الأجواء وبالتالي موقعاً نعطيها لأسماء دلعة العناصر العنصر الأول الذي كان موجود داخل التربة هو الماء ثم العنصر الثاني الأملاح المعدنية التي تكون دائماً مذابة في الماء العنصر الثالث عرفنا وهو ضوء الشمس والعنصر الرابع هو التبادلات الغازية بين خلايا النبتة والوسط الخارجي هذه الإمكانية التي تتوفر لدى النباتات ولدى خلاياها في إنتاج مادة العضوية تجعلنا نذهب إلى مقارنة الخلايا النباتية بخلايا حيوانية لكي نحدد الفرق الجوهري الذي يجعل الكائنات النباتية قادرة على إنتاج مادة العضوية بنفسها وهي ذاتية تغذية على عكس الكائنات الحيوانية فلاخذنا خليتين نباتية وحيوانية هناك أجزاء وخاصية مشتركة من بينها توفرهما معا على الغشاء السيتوبلازمي توفرهما معا على النواة وتوفرهما على السيتوبلازم اختلافات أخرى إلا لاحظنا الخلية الحيوانية عندها في الخارج فقط غلاف أو غشاء السيتوبلازمي بينما الخلية النباتية فبإضافة إلى غشاء السيتوبلازمي هناك غلاف لهو صلب ومتين خارج هذا الغلاف السيتوبلازمي أو الغشاء السيتوبلازمي إضافة إلى هذا أهم الاختلافات التي من الممكن أن تجعل الخلية النباتية قادرة على إنتاج مادات العضوية بنفسها ويتوفر عضيات أو بنيات صغيرة ذات لون أخضر داخل سيتو بلاسما الخلية النباتية والتي نسميها بلاستي ذات خضرة إضافة إلى هذا عنصر مهم جدا يميز الخلية النباتية وهو الفجوة أي فراغ الذي سيملأ بمكونات والتي سوف ندرسها في ما تبقى من الأنشطة إضافة كما قلنا إلى اختلاف جوهري أيضا وهو توفر الخلية النباتية على الجدار بالإضافة إلى الغشاء سيتو بلاسما وهذا الجدار اللي أحضروا فهو الذي يمكن الخلية النباتية من الحصول على شكلها الهندسي الذي يختلف عن الخلية الحيوانية التي لسنها شكل هندسي محدد مجموعة هذه الملاحظات تمكننا من طرح التساؤلات فإلى جمعنا الملاحظات التي كانت عندنا ما تسمينا هذا الشكل هو عبارة عن شبكة غذائية التي هي تقاطع مجموعة من الثلاثة الغذائية ثم مررنا إلى التعرف على مميزات النباتات التي تجعلها قادرة على إنتاج مادة العضوية بنفسها والحاجيات أيضا من ماء وتربة وضوء وتبادلات غازية ثم في النهاية رأينا الفرق بين الخلية النباتية والخلية الحيوانية هذه ممكننا من طرح التساؤلات التالية فيما يتعلق بإنتاج المادة العضوية وتضفق الطاقة من طرف النباتات وخاصة الخلايا النباتية من بين هذه التساؤلات التساؤل الأول ما هي آليات امتصاص الماء والأملح المعدينية من طرف النباتات الخضراء التساؤل التاني سيكون متعلق بالعنصر التاني اللازم لنمو النباتات وإنتاجها لمادات العضوية وهو التبادلات الغازية إذن كيف تتم التبادلات الغازية عند النباتات الخضراء وتساؤل الأخير الذي يتعلق بكيفية إنتاج المادة العضوية من طرف النباتات الخضراء كان هذا فقط مدخل إلى الوحدة الثانية وهذه التساؤلات هي التي ستمكننا من تجزيء هذه الوحدة إلى مجموعة من الفصول قصدة دراسة كل جزء على حدة والإجابة عن هذه التساؤلات الثلاث أتمنى أن تكون هذا الفيديو فاتكم ونلتقي في فيديو مقبلة شكرا